فمثلا في بعض النقاط الأساسية اللي مش موجودة خالص 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 عند عب سلد ياماما يعني بقول ما حراك السياسي الموضوع الإصلاح السياسي موضوع البرلماء موضوع البيئة موضوع الشباب موضوع المجتمع المدني موضوع الأسرة موضوع الصحة ماضوع الإعلام والثقافة كل الكانتكة عند فريد زهران مش موجودة عند الله طيب معلاش أ defects بنبقى برضو عشن نبقى برضو على قدر من التوازن ايه اللي مش موجود ايه اللي دورت عليه عند فريد زهرانه ملأتوش؟ اللي دورت عليه عند اه فيه قدر كبير جدا من الشمولية بس مفيش تفاصيل اه 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 انا انا عايز اجوما اه اه طي عندهم كلهم فيه قدر كبير من الشمولية لا موتاك البيئة والشباب والمجتمع المدني والأسرة والصحة والإعلام والستقبلة باش موجودين عند عبدالسند يمام خالص طي ايه اللي مش موجود عند زهران عند عبدالسند يامل حاجة اللي بيميزه عن بيت البرامج ان هقولي الحركة على حاجة عند عبدالسند يامل 1250 كلمة من 4000 و200 كل البرنامج 1250 كلمة عن سد النهوة الربع وعن التعليم في أمريكا أحد النقاط الخلية في اللي كتب البرنامج ده لابد أن يلام كلام منطقي متكلم عن تجربة التعليم في أمريكا في برنامج مكسف مقدم للمواطن المصري عن اللجنة اللي تعاصلت في أمريكا ثم عامل القصة بتاع السد النهضة اتفاقية 1902 و29 ولجنة ملك ولازم نروح كذا والاتفاقية التشاطر طب يا عمي أنا عايز حل الحل اللي بتكلم فيه مفيش حل حقيقي يعني انت استهلكت وقت كبير في قصة طويل عريضة وفي التعليم في الحكتين فعلا دي ملاحظة سليمة جدا جدا نمرها نمرها اتنين للأمانة فريد زهران أنا مع التعليم بعناية هو الأكثر شمولا والأكثر حرفية في كتبة لأنه عنده ممارسة سياسية طويلة عنده فهم سياسي وحقيقيا بيخاطب نغبة معينة ممكن ما يروحش للمواطن العادي لقطاع الأعرض لكن لما أنا هقرى ده لو حد هيعدي حاسب لأ عامل كلام وفيه كلام جديد بالنقاش صحيح في الإخصاد بمناسبة الدولار هو مش كتب الدولار مباشرة لكن بتكلم على العشر القرارات الأولى من أول قصر ملكية الدولة على المشروعات الإسرائيلية الكبرى ارداء أي مشروعات قومية خفض النفقات غير الضرورية الزام الحكومة الإسرائيلية تخلص الدين العام جدولة الديون المستحقة توجيه كافة جهز الدولة مشروع وطني صناعي تشكيل حكومة جديدة وحدة الموازنة حاجات كتيرة تقدر تأخذ منها تصور اللي هو تصور إصلاحي بتكلم في نقاط حضراتكم منتو الاثنين قبل ما روحنا الدكتور محمد حضراتكم منتو الاثنين ما تكلمتوش بأي شكل أشكال عن برنامج المرشح حازم لا لا جايدة كان المرشح حازم هو الأقل صفحتين بالضبط اللي لقيتهم حاجة محدود دكتور صفحتين هم ماشي طيب هو بروشور تكوية لكن كلام ثانية واحدة بس أحد النقاط الانتقادية الحقية لهذا البرنامج كلام عام شديد العموية في كل حاجات لم ألمس حاجة محددة يعني شي تمسكه يعني فريد زهران الأكثر تحديدا فيه حاجات محددة محددها بيتكلم فيها وبيقولها عاملها يليه مباشرة عبسانة يمامة في بعض الحاجات الاقتصادية لكن فيه كلام شديد العموية في قضايا كتيرة جدا جدا بيشخص بيحلل يعني احنا دورنا ان احنا نشرح عبسانة دي أمامة في المنامج بتاعه بيتكلم كأنه محلل سياسي مش مرشح انتخابي بيطرح نقاط محددة يقول للناس انتخبوني على أساسه أخونا حازم عمر للأسف الشديد كلام